اهلا وسهلا مشاهدين الكرام بعد سنتين بيضاء من توقف النشاط السياحي قطاع النقل السياحي من اكبر القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا مشاكل النقل السياحي تأجيل الضيون البنكية الضرائب والواجبات الاجتماعية اسئلة واخرى نطرحها للنقاش مع محمد بوعبيد المنصق الجهوي لفيدرالية النقل السياحي الوطنية اهلا وسهلا سيبوعبيد اهلا وسهلا تشكركم على الاستضافة احنا موجودين الاجابة على الاسئلة دياركم بداية سيبوعبيد كل اسبوع واسبوعين نلاحظ احتجاج للمهنية النقل السياحي ما هي اسباب هذا الاحتجاج المتواصل؟ بعد جولة ماراتونية من الحوار مع الوزارة الواصية مع البروزنة الماروكان المتواصلية ومع الاسوسياتي الكريدي ما وصلناش لأي حلول نهائية بعد طلب تأجيل السادة الديون لهذا كان المتنفس الوحيد هو اننا نخصنا نخرج للشارع لقينا بان لغة الشارع هي لغة توصل الصوت ديانا للأبناء للوزارة الواصية للناس القيمين على القطاع بعد المعاناة اللي عرفها القطاع بعد توقفه للشلل اللي وصل دهبا للسنة التانية ديانا والحد الان لا حياتي المتواصل دي معرفناش كل مسؤول على دي المسائل دي وعدنا مشاكل خطيرة اللي كتجلى انه في المسائل دي دي الابناءك في المسائل دي دي صندوق الدمان الشيماعي وفي المسألة دي الوزارات الواصية اللي غائبين على المشهد الحقيقي اللي كيتمثل في الموت البطاع للنقل السياحي عموما بالنسبة لتأجيل سداد ديون هاد المسألة هادي خدنا فيها واحد شوط كبير ولكن لقينا راسنا باننا احنا باقين في نقطة البداية باقي نوصلناش النهاية ماكيناش حلول كان واحد واحد اللي خرجاش دهبا مؤخرا بنك المغرب بعد ما وقفنا عدة مرات امام بنك المغرب حاولنا نوصل الصوت ديانا خرجوا بقان كومنيكا عشنا مش شركات المتضرعنا عيب وعار باش ان اليوم بنك المغرب عنده واحد احداثيات عنده واحد احصائيات ممكن انه تواصل مع الجهات المعنية لما تمنا تلف وزارة سياحة ووزارة النقل غتعرف بان اغلب المداخل ديال النقل السياحي والسياحة بشكل عمومي كتجي من الخارج الخارج متوقف الحدود البرية الجوية البحرية متوقفة من غنجيب واد المداخل باش نأديوا المستحقات نحن عاجزين الان على تأديات المستحقات ديال الابنان ما كنطلبوش منهم شي حاجة اللي مستحصية كنطلبوه فقط انا ما يعطونا واحد فترة السماح بدون اداء الفوائد خرجات لنا جميع الابنان بواحد المعطيات المعينة وكرصت فيها المبدأ ديال التهديد والواعيد وشي لغال اللي احنا عدنا ده فلواتسابات ديالنا من طرف اللي ولو كهدونا في حياة ديالنا يعني ولا عندك مشكل فيه الشركة ديالك والمشكل الشيماعي مع الاسرة ديالك يعني منك يهدر معك واحد طريقة اللي غير لايقة المشكل اللي كين ده بقاك شو يا نمو معه جميع الشركة مع الابنك وانه ما قابلينش بهاد عقد برنامج اللي خرجات شبه الوزارة الوصية متمثلة في وزارة السياحة و جميع الناس و جبابام وما قابلوش بأنها تلو ترونطة عام مارس وخرجونا بواحد المصوغ جديد هو انه كيعطونا واحد الورقة بيضاء خصنا نسينيو فيها عابش مما يصيف طولينا من بعد عفاجئونا من بعد بالتمن اللي غيكون خيالي و جوزافي الحساب المعطيات اللي عندنا باش عناو دون خلصوه من بعد هذا هو اللي مقبلناش احنا هذا هو اللي رافضينه مع العلم بأننا استشعرنا منذ بداية منذ بداية الاغلاق الشامل بأننا خصونا نكونوا سباقين و كنا سباقين في المسألة هدي يعني درنا طالبهاش دي الشركات الخاصة دينا حطيناهم ليهم ما تجاوبوش معهم خرجوا لنا بهد بهد العقد دينا اللي خصنسينوا اللي فهمنا منه بأن هذا مشي تأجيل سداد دون هذا قرد جديد هذا قرد جديد فوائي جديدة اللي ما استغسغناش و اللي ما قبلناش مام كين انت داروا في المعطيات دي الأبناء كلهم كين أبناء اللي قابلين كين أبناء اللي خادوا بعين اعتبار النقل السياحي فوحل المدواجيز وده ببدو كتر ببدوين كين أبناء اللي قال لك بأننا احنا تابعين لدولة أخرى ما تابعينش اللي هنا ما بقناش عارفين أشغن ديروا ما بقناش عارفين الحل والي بنك المغرب الجوهري عارف بأن النقل السياحي متوقف علاش غيطلب منا بأننا نعطيهم معطيات المعطيات را عندهم الحمد لله راحنا تحت اللواء ديانا موما كأي حاجة ما غيروا عارفوا على أي شركة را ممكن أننا من خير الإحصائية اللي عندهم يعرفوا بأن السياحة متوقفة بشكل عمو قطاع النقل السياحية إن احنا حاولنا ما أنك القول متنفس نقاو شي مخرج خور ما لقينا شي مخرج بغينا نمشو النقل المستخدمين لقينا نقل المستخدمين عنده اكتفاء داشي بغينا نديروا شي حاجة أخرى ما مقاش عدنا الحق باش نديروها الحقاش وكما كيعلم الجامع بأن حد الآن احنا را ما بقاش عدنا التسلسل الهارمي لكنك نعرفه ما بقيناش تابعين لوحده وزارة معينة المسألة اللي نغل نخوضه فاهم بعد بأن الحال را عدنا مشكل نعم نقول درما ما تسوى ترائب وصندوق دمان الشماعي شنه المطالب يجب؟ لحد الآن ما عرفناش على الصندوق دمان الشماعي البوابة دياله غير مفتوحة الشغيلة ديال النقل السياحي تائن اليوم الشغيلة ديال النقل السياحي عنده مشاكل وهذه المشكلة اللي عنده شغيلة ديال النقل السياحي أضطر بشكل خطير على الأسرة الشماعيان كين تفكوا كل إصار كين الناس اللي وصلت للانتحار كين الناس الانتحارات القاتل البديل الوحيد هو أنها تبشي عند الله سبحانه وتعالى كتمات في النفوز ما يمكنش حنا غنوصلوا لهذه المسألة حنا أولاد هاد البلد كان آمنوا به كان عيشوا في إطار روح تعايوش وكان آمنوا بأن نحنا خصنا نضامنا بعدها دامنا الله غالب احنا اليوم ما تنقوله بأن نحنا الروح تضامون ياللي كرصنا حتى اليوم ولكن ما يمكنش نبقوا غدين بحلق ما يمكنش نبقوا إحنا تنجمعوا له واحد إنسانا باش نعطاه باش يمشيون ندفنوه اللي هو غالي ولي نداب نعم على مستوى استجابة السلطات الوصية واشقين وزارة وصية واحدة ولكن عادي من المتدخين لحد الآن المتدخين الوزارات الوصية غائبة عن المشهد قدرنا نقوله الحقيقة نقوله وزارة السياحة وزارة السياحة كتخرج بواحدة البلاغات معينة وزارة النقل كتخرج بواحدة البلاغات معينة وادي اخر وعندك سيدي وزارة الداخلية اللي كتحكم فينا اليوم اليوم أنا قدرنا نقوله المشهد ونعطيه واحد تصور ولا واحد استراتيجي اللي كينا دابا احنا الوزارة الوصية لنا هي وزارة السياحة وزارة النقل كتسير دينا مراقبة في طرق المسائل وكينا دابا مع هاد الحالة ديال كوفيد 19 اللي احنا كنتمنى وانا هاد البلاغ يتحيد في اقرب في اقرب الاوقات وزارة الداخلية كتحكم دابا انا كناقل سياحي لو بغيت نتنقل من مدينة ولا مدينة ووصل لمدينة ديالي خاصني رخصة ستنائية من الباشا الباشا هوات على مستوى كنا دروع الدار بيضاء خصوصا على مستوى المغرب ما كيتجاوبوش علاش لحقاش هاد الناس ما عندهم شي تكوين في النقل ما عارفين شنا هو النقل ما عارفش نولها هواش مني كتجي كتقول ليه عطيني رخصة باش تنقلك يقولك ما عندك شحق باش تنقل حدنا عنا كوفيد 19 ما يمكنش تتنقل من مدينة لمدينة اذا كيفاش هاد البنكات بغوو اننا اول حاجة نسدونا مقروض ديالا كيفاش بغونا اننا نعطوه ونساعمو مع الدولة في مسائل ديال درائب ديالا الدريبة على المحور اللي هي الافينيات احنا رخلصناها الدرائب ديالنا تقريبا اغلبية خلصوا بشنا تسلفنا باش نخلصوا الدرائب الدريبة وزارة المالية وكان اكدوا عليا وسبليش عمون وزير المالية واللي هو رئيس لجنة الياق هذا خصوه يوقف معنا في الوقت هذا خصوه حلين مشاكل يحلين مشاكل مع المتسوى ديالتأخير ديالسداد ديالالأجراء ديالالموظفين ديالقاطع النقل السياحي خصوه يوقف معنا يلقى لنا حلول إشكال ديالالدرائب ممكن السيارة متوقفة نقدي لها أنا الفينات هذا مشكل خصوصا خصونا المشكل التالش حنا ما نقولش ما غير نقديوش ولكن نعطونا واحد فترة ديالسامح يحاولوا القولنا يحاولوا يبالوا واحد استراتيجية اللي ستمكننا ان نلقى واحد المتنفس ونقولوا هالدولة التي تتحصبينها عنده وعي بانا كين وحد الشباب كين وحد مجموعة ديالناس اللي كتقلب في ظل هاد عنق الزجا انها تخرج منو وتلقى واحد العافاق هنا السيعمارة مشكورة نخرج لنا بواحد البلاغ اللي ضحكنا فيه كثير ما اننا بكينا فيه لحق عشان من العيب والعار ان نقولوا بان هذاك بلاغ هو المتنفس للصحاب النقل السياحي اعطانا السنة في حال ان في حين ان تقطع النقل السياحي متوقف سنتين خرج لنا ببلاغ بانه خرج لنا بواحد دفتر تحملات فالوقت اللي احنا كان مسدود علينا يعني كننا احنا ما قادريني تخرجوا جاء واحد واحد دفتر تحملات ما احترام الشخص ديانه حطوا واحد دفتر تحملات اللي غير منافي للمجموعة دي الاجتماعات والعطرحات اللي كانت في عدة لقاءات مع السينور دين ديبلي هو مدير نقل وتجهيز اللي من هنا كان وجهي للتحية اللي حاول ما امكانت هو يوصل الصوت دياننا ولكن لقينا بان الشيماعات مغايرة للبلاغات هدا هو الاشكال والاشكال الخطير هو ان وزارة النقل ما حاولاش ما امكان اننا تلقى اننا شي شي حل بكتر ما انا خرجت واحد البالاغ والبالغ ما كيعنيناش لحقاش احنا تابعين الوزارات الداخلية دار احنا الداخلية يليك تحكم فينا يليك تقولنا سيرو ويليك تقولنا خرجو المشكيل عويس حاولنا ما كان في مدينة دار بيضاء بلنا نساندوا الاخوان دياننا على المستوار بوعد المملكة ولقينا المنع ولقينا احنا كنا نمشاتلوا المنع ولكن تالين خصينا القول عيطونا اجويبا ما قولش يمنعو فينا بكتابينا نظرا للضروف اه ركينا وحد ضروف دير كوفيد احنا كنا نحتارموها وكنا القولي نحولول هدروا مع هاد الابناك باش تسمح لنا هدروا مع هاد الابناك باش ملقشت عيطانيا من السبعة الصباح ويكت عيطانيا باش نؤدي را ما عنديش باش نؤدي مشي ما بغيش نؤدي ما عنديش باش نؤدي فادي اليوم اذا سيبو عبيد شنو التصور ديالكم كميامينيين الافاق القطاع النقل السياحي مدى المتوسط قطاع النقل السياحي كما قلت وزيرة السياحة وادين ذكروها بها بأن شجعات السياحة الداخلية كان هو المتنفس هو البديل للقاولين ولكن هذي البديل را متاح فقط للناس اللي عندهم وحل نوع ديال المركبات بحل الحافلة الكبرى اللي التقى السبعة بيا دير الارفاق وخمسين بلاسا وللحافلة اللي ميني بيس وللك وركي في مشاوة الناس دي اللي فيتو وفي مشاوة الناس اللي كيخدموا معا الناس دي اللي زون دافا ما كيش الحل هاد الحل اللي خرجتش بوزيرة السياحة وقالت لك سيرة خدم في سياحة الداخلية كنلقوا عرق لمطرف السلطات لوزارة الداخلية لالاجون درميرو رايل في اطار تعليمات المعمول بها الحكومة سيسعد ديالعتماني تيخرج بوح تصور بأن كين اغلاق وزارة الداخلية مالا لا تنفذ هدا اكراه اللي احنا كنحصو به معام ولكن ما عندنا ما نديره تصور اللي كين داما هو أن نحنا ولينا كنشوفه هاد الحكومة عزات على أن تقول لنا اليوم امشا غنحلو احنا ما عندناش ما عندناش تشعي تشعي عفاق ما عندناش تشعي استنصور احنا باقنا في البلاصة ديالنا كانت سناو اشغي يكون لي مات را مات لي باقي حي راوك يصار على الموت باش يحاول ممكن ينقض وليداته ونقض راسه ونقض الشركة اللي عنده شكرا جزيلا سيبو عبيد لكل هذه التوضيحات شكرا مشاهدين الكرام على المتابعة ونضرب لكم وايدا جديد مع ضيف جديد